قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مصر مسؤول عن أكثر من نصف في المئة بقليل أو فاصل ستة بالمئة تحديدا من الانبعثات الضارة على مستوى العالم مؤكدا أنها نسبة ضئيلة للغاية وعلى رغم من ذلك فمصر من الدول الأكثر تأثرا بصورة سلبية بانبعثات الكربون أو التغيرات المناخية جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة الطريق من جلسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي وذلك ضمن فعاليات الوم الثاني من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم مصر من أكثر الدول وده كلام العالم من أكثر الدول التي تكون عرضة لتبعات التغير المناخي رغم أنها مسؤوليتها عن هذه الظاهرة محدودة جدا 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 ولكن مصر من أكثر الدول اللي ممكن أنها تكون معرضة للتأثير السلبي بسبب التغيرات المناخية أرقامنا بتقول أن مصر مساهمتها كلها 6 من 10% من كل الإنبعاثات الضر على مستوى العالم ودي طبعا نسبة ضئيلة جدا 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 ولكن مرة أخرى إحنا من أكثر الدول اللي حتكون معرضة لتأثير سلبي بسبب هذه التغيرات وكلنا بنسمع عن موضوع ارتفاع منسوب البحر واحتمال غرق بعض المناطق اللي الدولة المصرية حزي ما أنا حعرض على حقكم عملنا إيها عشان نواجه هذا الكلام لكن في نفس الوقت والعالم بيقول كده بيقول أن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة ويمكن هنا الكلام التصريحات اللي بتقولها وكالة فيتش كان بتقول أن مصر بتمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتين الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الرغم من كده مصر حتى خطة إنها الضاعف هذه الطاقة بـ 300% في خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر